أهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين ارجع لكم بمقطع جديد ومقطع زلة بطبع في مقطع اليوم راح نتكلم عن أقدم وأندر السيارات في سلسلة جي تي اي لما أتكلم عن الأقدم أقصد من ناحية متى تم إصدارها وتصنيعها ومن هذا الكلام بكل وساطة اليوم راح نشوف أقدم السيارات عمرا في سلسلة جي تي اي فخلونا نخش سويا في المقطع طيب ممكن الكل ما يتفق معايا لكن في سلسلة جي تي اي يا أخوان السيارات القديمة والمعتقة دائما ما تكون شكليا أحسن وأحلى من السيارات الجديدة وعن نفسي صراحة كنت دائما ما أجمع السيارات النادر القديمة في كراجاتي بجميع أشكالها ودائما ما أحاول أني أحتفظ بيها ومن هذا الكلام فسؤال اليوم هل أنت تحب السيارات القديمة ولا السيارات الجديدة في سلسلة جي تي اي وقف المقطع وعطينا رايق في خانة التعليقات أولا وبدأا بجي تي اي ثري هذا الجزء يا أخوان ضم العديد من السيارات القديمة والكبيرة عمرا لكن هناك سيارة كانت الأقدم والأكبر بفارق كبير عن البقية ألا وهي البرنيل ونعم البرنيل تحصلها في شوارع البرتي سيتي لكن نسبة ظهورها نوعا ما قليل وهذه السيارة يا أخوان مستوحان من السيارة الشهيرة الشفر الليت شيفي 1963-1967 وتقدر تلاحظوا التشابه الموجود بين السيارة في جي تي اي ثري والسيارة في الواقع زي ما تلاحظون تقريبا عمر السيارة في 2021 هو 58 سنة وكذلك يا أخوان هذه السيارة ظهرت في كل من الأجزاء التالية جي تي اي سان اندرس جي تي اي فاي سيتي جي تي البرتي ستوريز و جي تي اي فاي سيتي ستوريز لكن كل جزء كانت السيارة تضم تغير عن الجزء السابق لكن أول ظهور لها كان في جي تي اي ثري وهي أقدم سيارة في هذا الجزء ثانيا الهيرميس جي تي اي فاي سيتي وهي مستوحى من الميركري 1939 إلى 1951 وفعلا تقدر تلاحظوا التشابه الواضح ما بين السيارتين في كل شي تقريبا زي ما هو ظهر لكم الآن طبعا أول إصدار للسيارة كان في عام 1939 يعني الآن عمر السيارة في 2021 ما يقارب 82 سنة أكبر من كل اللي تابعون الفيديو الآن وأيضا يا أخوان هذه السيارة ظهرت في جي تي اي سان اندرياز لكن حصلت لها تغييرات كثيرة جدا تناسب تلك الفترة وحديثا يا أخوان الهيرميس ظهرت في جي تي اي أونلاين زي ما البعض يعرف وظاهرة لكم صورتها الآن وكيف ظهرت ثالثا الهوت نايف من جي تي اي سان اندرياز وهي مستوحى من سيارات الهوت رود في فترة 1920 إلى 1935 والهوت نايف اللي في جي تي اي سان اندرياز تحديدا كانت مستوحى من الهوت رود لعام 1931 زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الآن وهي من الاساسي يا أخوان الهوت نايف في جي تي اي سان اندرياز من أندر سيارات السلسلة اللي من الصعب جدا أنك تحصلها إلا بعد ما تقوم بتحديات صعبة وتعدي تحديات جدا جدا صعبة فعمر السيارة يا أخوان في يومنا الحالي هو قرابة التسعين سنة وتتميز هذه السيارة يا أخوان أنها ما ظهرت في أجزاء الـ 3D يونيفورس مرة أخرى فقط ظهرت في جي تي اي سان اندرياز وحتكرت في جي تي اي سان اندرياز أيضا رابعا الثاندر رود في جي تي اي لبيرت سيت ستوريز وهي مستوحة من الـ 1938 دي سوتو طبعا هذه النسخة يا أخوان من السيارة في جي تي اي لبيرت سيت ستوريز تم تعديلها من قبل أحد المتسابقين في اللعبة ليجعلها بهذا الشكل الرياضي زي ما هو ظهر لكم الآن واللي هي من الأساس سيارة قديمة معتقة عمرها الآن ما يقارب 83 سنة والثاندر رود يا أخوان من أندر سيارات جزء لبيرت سيت ستوريز واللي من الصعب أنك تحصلها إلا في فترة معينة إذا ما أخذتها في هذه الفترة رح تضيع عليك فنعم يا أخوان هذه هي الثاندر رود أحد أقدم السيارات في سلسلة جي تي اي خامسا البيوتي من جي تي اي فور وهي مستوحة من الجيل الأول لسيارات الفورد ثاندر بيرت 1955 إلى 1957 وفعلا تقدر تلاحظ الشبه الموجود بينها في اللعبة وفي الواقع زي ما تشوفون وروكستار جيمزي أخوان في البيوتي استوحت كل شيء من الأصلية وحطتها في اللعبة زي ما هو ظاهر لكم الآن والبيوتي يا أخوان تعتبر أحد أأنق السيارات في سلسلة جي تي اي بأكملها كذلك يا أخوان البيوتي ظهرت في كل من جي تي اي في و جي تي اي أونلاين لكنها في جي تي اي أونلاين بإمكانك تعديل عليها بشكل كبير وكبير جدا لدرجة أنها تصبح سيارة لو رايدر وسيارة رقص طبعا عمر السيارة في فترة حالية وفي 2021 هي تقريبا 66 سنة سادسا الروزفيلت من جي تي اي في وهي مستوحى من السيارة الوحيدة في العالم الكدلك 341A تاون سيدن زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الآن وهي سيارة تم صنعها في عام 1928 أحد أكبر وأميز وأندر وأقدم السيارات في السلسلة وأجملها طبعا الروزفيلت ظهرت في طور القصة من جي تي اي في لمرة واحدة فقط ثم لا يمكنك النظر ولا حتى رؤيتها لكن في جي تي اي أونلاين بإمكانك شراءها زي ما ممكن البعض يعرف طبعا السيارة فيها طابع قوي وواضح جدا للجيل القديم من السيارات وتقدر تلاحظ فيها اللمسة القديمة والخالصة جدا زي ما هو ظاهر لكم الآن وعمرها تقريبا في 2021 وهو 93 سنة فسؤالي بسيط يا أخوان هل كنتم تعرفون هذه السيارة إنها موجودة في جي تي اي في ولا لا وقف المقطع وشاركونا في خانس التعليقات سابعا وأخيرا التراكتر طبعا ما راح أتكلم عنها كثير لأنه من شكلها واضح جدا إنها قديمة جدا 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 ونعم يا أخوان التراكتر هي أقدم سيارة في تاريخ سلسلة جي تي اي بشكل كامل هذه المركبة يا أخوان مستوحى من أول تراكر تم صنعه في الحياة في عام 1892 يعني عمرها في 2021 تقريبا 130 سنة لذلك يا أخوان نعم التراكتر من جي تي اي في هي أقدم سيارة في تاريخ السلسلة بشكل كامل فسؤال بسيط هل كنتم تعرفون إنها أقدم سيارة في السلسلة ولا لا شاركونا في خانة التعليقات وتقريبا يا أخوان هذا هو مقطع اليوم وفيه شفنا سبع سيارات قديمة جدا في سلسلة جي تي اي والتي تعتبر من أقدم السيارات عمرا في السلسلة شاركونا أراكم في خانة التعليقات ما بين السبع سيارات اللي ذكرناها إيش أكثر سيارة تعجبكم طب كنت صنعنا معاكم من هذه المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم